موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم مشاهدين الأفاضل في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الشاهد وهذه هي الحلقة الخامسة عشرة مع ضيفنا القيادة المنشق عن عملية الكرامة أرائد محمد الحجازي أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا من جديد أهلا وسهلا بك أخي سأسأل مع بداية هذه الحلقة عن خروجك من مصر بعد أن مكثت فيها فترة قاربة السنتين أنت غادرت ليبيا تجهت إلى مصر كما سرقت في الحلقة الماضية أقمت في مصر قرابة سنتين ثم اخترت أن تغادر مصر ما الأسباب اللي دفعت الحجازي للخروج من مصر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحقيقة الأسباب طبعا بعد مكوثي يعني ما يقارب عن سنتين في مصر وبعد المواقف اللي حاولت فيها المخابرة المصرية إرجاعي إلى حاضنة ما يسمى القيادة العامة أو هذه العصابة بعدين استمريت أنا في تصريحاتي وحتى بدأت أكتب منشورات لاذعة جدا وانتقادات لاذعة جدا باسم خليفة حفتر يعني بالاسم وما كنت أذكره باسمه كنت أذكره في صفحتي منشورات على فيسبوك نعم صفحتي الشخصية على فيسبوك كنت أذكره وأذكر من وراء من دول نعم مثل حكام الإمارات نعم فرنسا روسيا غيرها فقاموا بتحذيري أن أقف عند هذا الحد يعني فلم يعني قبلها نحن تجاوزنا نقطة مهمة يعني هو الأحداث متشابكة قبلها طبعا خرجت في قناة ليبيا الوطن عسكايبي من القاهرة وكانت حلقة نارية يعني من كنت ساعة وربعة أو ساعة ونصف هجمت فيها خليفة حفتر هجوم عنيف جدا كنت حتى متعصب بعض الشيء كانت فيها قبلها ضربات جوية مصرية على درنا وسقط فيها أطفال ونساء وهجمت خليفة حفتر بشكل يعني لاذع جدا وشديد فقاموا بتحذيري يعني يعني خفف من الإعلام هما طريقتهم طبعا مع الشخصية العامة تختلف يعني بالشكل هذا تصلوا بي أخ محمد يريد تخفف من يعني نحن نحاول نصلح نحاول نما لا نجيش الموقف إن المنطقة مش لا تتحمل تجيش موقف قلت لأنا أقول الحقيقة وسأظل أقولها وإذا أنا قلت لكم في السابق إذا وجودي ضيقهم نغادر قالوا لي لا بالعكس بس أني تحاول تخفف من فاستمريت في كتابة منشوراتي لاذعة هذه المقابلة ظهرت فيها على قناة ليبيا الوطن ليبيا الوطن نعم اللي هي قناة سيد منصور عبيد نعم أخ والرفيق منصور عبيد أنت عن علاقة شخصية طبعا علاقة شخصية طبعا كان قد يعني أطلق قناة في القاهرة وأغلقت تم إغلاق قناة المقابرات باسم قناة الوطن الكرامة الوطن الكرامة طبعا دخلت عليه المقابرات وتم تهديده وإغلاق قناة والقبض على المدير التنفيذي للقناة ثم بعتها وخارج من مصر يعني وقام بتأسيس قناة علامية في تونس الآن في العاصمة وخرجت عليها خرجت عن طريق سكايبيا وقلت ما قلت تم تحذيري بالطريقة الدبلوماسية ثم استمريت في كتابة منشوراتي على صفحتي الشخصية لدي صفحة شخصية وصفحة عامة بدأت أكتب على الصفحة الشخصية والعامة يعني بتوجيه مش انتقادات بس يعني ليس انتقادات اتهامات لاذعة ومن ورائك من مخابرات من مثيل ماذا اتهامات مثلا يعني هذا مجرد عميل قذر تحت حماية حكام الإمارات موجودات على الصفحة الشخصية إنه مجرد بيدق للمخابرات الفرنسية أو سردوك أنا وصفت بسردوك المخابرات الفرنسية نقلا عن القنوات الجزائرية التي وصفت بسردوك المخابرات الفرنسية عندما حاول في تصريحاته أن يقول الجزائر يعني وطبعا لا يجيد الظهور على الإعلام فحاول أن يهدد دولة عظمى مثل الجزائر والشعب الجزائري الشقيق فأصبح الإعلام الجزائري يصف خليفة حفتة بسردوك المخابرات استخدمت أنت هذا الوصف في كتباتك نعم في كتباتي واستخدمت أيضا طبعا الدول الدعمة له مثل حكم الإمارات المخابرات السعودية وتفريخ خالي المدخلية الجامية الوهبية وغيرها فتم أيضا تحذيري يعني يعني أنت إحنا محرجين منك من القيادات ومن الرموز شخصية يعني لا نستطيع أن نتعامل معك إلا بهذا الأسلوب يعني يريد تقف عن هذا خاصة في هذه الفترة الحساسة فقلت لهم أنا لن أقف على انتقادي أو انتقادي لكل هذه الجرائم اللي سبقت كانت فيه جريمة 36 جثة في الأبيار يعني جريمة بشعة جدا وقبلها كان شارع الزيت ليمكن السكوت عنها يعني وكان وراءها طبعا خاصة جريمة 36 جثة اللي رميت في الأبيار كان وراءها ابن خليفة حفتر شخصيا بمعاونة المدعو سليمان الواحدي الملقب بالمسلوخ وشخص آخر للأسف الشديد أنه رائد في الشرطة اسمه محمد الناجي قجة الفاخري وحاشة قبيلة الفاخر من هذا الشخص يحمل العقيدة المدخلية الجامية الوهبية فيعني أنا جن جنوني بدأت أنتقد في عديد الانتقادات في صفحات شخصية لديك ما يثبت بأن ابن خليفة حفتر بنفسه وهذه المجموعة هي المسؤولة عن جريمة أو جرائم أنا أعرف من يستخدم ابن خليفة حفتر في مثل هذه الجرائم هذه الجرائم بالتحديد أنا أجزم وأقسم بأن وراءها هؤلاء الاثنان المدعو سليمان الواحدي الملقب بالمسلوخ والمدعو محمد الناجي قجة من منطقة سلوك لماذا لا تقدم معلوماتك لجهات قضائية حتى تفتح تحقيقها؟ المعلومات في مكانها الآن في محلها الحقيقي وهم متابعين الآن وأعرف ماذا إجرامهم لأننا طبعا عملت في هذه الطيمة أعرف اللي علي شاكلت المدعو أحمد غرور هؤلاء علي شاكلت أحمد غرور بل أقوى وأنت على يقين بأنهم مسؤولون عن جرائم شارع الزيت جريمة الأبيار شارع الزيت شيء ثاني أنا أتكلم عن جريمة 36 جثة اللي رميت في منطقة خالية في الأبيار شارع الزيت هذه مسؤول عنها طبعا عناصر من المدخلية الجمية الوهبية والمسؤول عنها طبعا السيد المدعو محمود الورفلي اللي يعني شوه عمل المؤسسة العسكرية أنا أتكلم عن جريمة 36 جثة اللي رميت في منطقة أبيار طيب يعني عملية الكرامة رفقتها منذ البداية انتهاكات يعني جسيمة في حق المدنيين في حق مواطنين عزل أبرياء لم يكونوا حتى متهمين حتى ليسوا في مستوى المتهمين وأنت لم تأخذ موقف منذ البداية في مقابل هذه الانتهاكات نحن كنا في صراح حميم مع خليفة عفتور تحدثنا في الحلقات السابقة كانت يعني الأغلب جلساتي معها كلها يعني ملاسنة وعراك وانتقاد يعني كم من مرة كنت أقول لا سأستقيل على الهواء فكان يغضب من استقالتك الآن مرفوضة لأن الموقف يعني الموقف مش معقول يعني أنت تستقيل في وقت نحن نحارب في الإرهاب معناها فيه شيء قلت له شنو يعني بهذا المنطق قلت له يعني مثل شنو هي خيانة أو في حد فعلي لو معين حتى نسحب استقالا لأن الأفعال اللي على الأرض ليست أفعال جيش ولا يمكن أنا أنا واجهة أعلامية لما يسمى بالقيادة العامة إذن كل ما أصرح بيه أتكلم وقول قوات مسلحة قيادة العامة للجيش الوطني أو قيادة العامة للقوات المسلحة والأفعال التي على الأرض تهجير المدنيين وقتل المدنيين وقتل على الاتهام هكذا جزافا والرمي في المزابل لا هذه لا تمثل لأعمال الجيش استمرارت لسنتين في هذا المنصب الناطق باسم عملية الكرامة وأن تعلم بأن هناك انتهاكات وجرائم بهذا الشكل ترتكب من قبل العملية لا يعتبر مشاركة في هذا الجرام أنا سأسرق بعض الوقائع ربما لتأتي تحت عنوان عريض يعني في جانب مرتكب من انتهاكات في حق مدنيين يعني مثلا جريمة أو قتل آل سويد آل الكرشيني المنفي هذه عائلات أبيدت بالكامل الاعتداء على منازل الشيخ معتوق العماري اللي يبلغ من العمر 85 سنة الشيخ محمد بو شعالة اللي يبلغ من العمر 88 سنة إخراجهم من بيوتهم وهم يعني شيوخ كبار حتى في السن يعني طاعنين في السن لم يكونوا حتى قادرين على الحركة رميهم في الشارع ثم إحرق منازلهم أمام أعينهم واقعة تصرحت فيها بنفسك المتعلقة باعتقال عيسى أبو دلال والفيتوري عندما خرجت وقلت أكدت بأنهم معتقلين لديكم في السجن ثم بعد ذلك وجدوا مقتولين ومرميين في القمامة نعم كل هذه الوقائع يعني هذه انتهاكات كيف أمكن لك معها الاستمرار في العمل مع خليفة حفتة يعني كيف سوف أفصل لك يعني أنا تحدث في الحلقات السابعة كنت واقع تحت ضغط قبلي شديدا لا تترك مكانك لمثل هؤلاء أنت الآن يعني بمعنى أنت رمز ومناظل لي في عملية تحارب الإرهاب ولكن أنا كم من مرة أقول يعني نتحدث مع ما شايف من قبيل أن يا أخواننا العملية خرجت عن سياقها وانحرفت تماما الأعمال التي يقوم بها هؤلاء فاقت حتى أعمال العصابات والمجرمين يعني هذه الأعمال المدانة بأشد العبارات والمجرمة يعني جريمة آل السويد اللي ذكرتها الآن إخراج الشيوخ هذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعني حتى الوصف يعني نوصفها جرائم حرب وضد الإنسانية قليل في حقها يعني جرائم حتى العصابات والمافيات تخجل من فعل لماذا كانت ترتكب مثل هذه الأعمال يعني هذه الجرائم شيخان مثل الشيخ معتوق العماري 85 سنة والشيخ محمد بوشعالة 88 سنة يعني معروفين في بنغازي محفظين قرآن لا لهم علاقة لا بفقه ولا بفتوى ولا لهم انتماءات إلى تيارات فكرية ليسوا محسوبين على أي تيار أو أي طرف أو أي جهة يعني مجرد أن وكل بنغازي تعرف من هم الشيخان ليش يقع في حقهم عمل مثل هذا أولا نحن لم تكن لدينا سيطرة على ما يسمى أولياء الدم والمجموعات المساندة التي هي مسمىها الحقيقي هي عصابات الصحوات لم تكن لدينا سيطرة وتحدثت مع خليفة حفتر أكثر من عشرات المرات بالعراق بالملاسنة أن هذه المجموعات ليست لدينا عليها سيطرة بل بالعكس يعني أنا في عدة مواقف كنت في ملاسنة معهم وشتبهك وتمت الرماية عليه حتى في الصابري يعني في منطقة في شارع عمر بن عاص المجموعات المساندة المدينة التي هي اسمها الحقيقي هي عصابات الصحوات تمت الرماية عليه بسلاح البيكيتي لما جئت بحرصاتي ووجعت من الأعمال قم بها سرقة شفت شاشات تلفاز وشفت سرقات لماذا لم تستنكر هذه الأعمال بشكل علني دعني بس أكمل هذه الجملة يعني أنا كنت فاتجهت للمكان فورا اللي هو شارع عمر بن عاص ونزلت من سيارتي فوجدت عدة أشخاص قاموا بسرقة تجهيز التلفاز وغيرها هذه جرائم طبعا فقلت لهم هذه موين ماشيين بيهم وانتوا كيف انتوا إحنا هذه إذا كان جيش هذا الأمر في وجوهنا سرقوا تلفزيونات وأثاف من البيوت بعد الاحتداء عليها بعد الاحتداء عليها وبعد يعني حصل الكثير من يعني هذه مثال بسيط على أنني قلت لهم رجعوا كل شيء في مكان أو تجمعوهم في مكان معين أمارت عسكري يجمعوا في مكان معين في مخزن معين حتى بعد يرجعوا السكان كل حد يستلم فقلوا لي انت يعني شوف شوف الرد يعني قالوا لي انت اذهب انت وخليفة حفتر مقاعمزين في مكاتبك من احنا اللي موتوا فما لكش علاقة بال قلت لك يعني اشتبكت معهم بالكلام قلت لهم كيف ما كيف ليش علاقة وقلت لانت انت شون طبعا هم مدنيين فأحدهم رمى رصاصات في الهواء فسحبت سلاحي اضطريت لي سحب سلاحي لانه رماية ترسل تهديد فقاموا حتى حرصاتي بسحب السلاح وسحبت سلاحي وفجئت شورا رمو فوق رمو وصل الامر لهذا الحد نعم وصل الامر للرماية فوق رأسي وتحت رجلي فبدأوا حرصاتي بالرماية وبدأت انا ايضا بالرماية فاتوا بعض العسكرية من القوات البحرية فضلوا الاشتباك وركبوني في اللي في سيارتي يقولوني اخرج ورغم كل هذا لم تستنكر العمل بشكل علني لم استنكر لاني كنت في موقف اخي خالد كنت في موقف يعني كنت افكر كيف ما هي الصيغة التي سأخرج بها كنت انوي ان اخرج من هذه لا يمكن ان استمر في هذا المأزق باي صيغة خرجت تقصد الصيغة التي تخرج بها من عملية الكرامة بكاملها نعم كنت افكر باي صيغة يمكن اخرج لكن بعد هذا الموقف تحديدا واعذرني المقاطعة هنا بعد هذا الموقف تحديدا انت خرجت بعثت برسالة طمأنة وكانك تقول بان ما حدث امر عادي يعني حالة اعتيادية وتم طبعا من الطبيعي انا اقول للشارع هكذا هل اقول للشارع الليبي احنا يعني الان في نصف المستنقع يعني باللهجة الدارجة احنا ازرطنا في هالعصابات واغلبهم مدنيين وما عندناش عليهم سيطرة دهبتا بعد من هذا سيد الحجازي انت زرت مطاعم في نفس الشارع ظهرت في الاعلام وقلت انا الان احتسل قهوة في نفس الشارع لا لا في منطقة الحدائق والمناطق اللي بهاي لناس حتى لو مش في نفس الشارع المسألة انك انت حاولت ان تخفي هذا العمل بشكل او باخر بظهورك اعلاميا وانت تتجول في شوارع بنغازي تزور محلات عامة وقلت بالحرف اني الان احتسل قهوة في وسط مدينة بنغازي صدقت نعم هذه كلها رسالة طامنة للشارع الليبي كيف سيد الحجازي كيف من جهة تستنكر على خليفة حفتر وعلى هؤلاء ما يفعلون من انتهاكات ومن جهة تخرج لتخفي اي ملمح من ملامح هذه الانتهاكات التي تجري على الارض انا رسالتي اريد ان اضمن بها اهلنا في بنغازي الموجودين اللي يحتقدوا انها جيش ويحتقدوا ان هناك هل اخرج ويقول ان هذه عصابة ولا يمكن استمرار كنت اريد طبيعي ان تصارح الناس طبعا طبيعي ولكن في الاعلام العسكري فيه امور يعني فيه حرب اعلامية يجب ان يعني ممكن تزيد حدة في التصريح او تخفض حدة التصريح يتزيدها يتخفضها فكنت مجبر على اني اطمئن الناس هي يعني من اجل الناس اللي موجودين في بنغازي مش من اجل خليفة حفتر لا تعتبر انك اشتركت في تلك الاثمال بهذا الشكل لا لما اذهب لم اكون بجم خليفة حفتر يعلم الله بما يحصل بين وبينها يعني فكنت في موقف لا احسد عليه كنت اريد ان اتخذ موقف اجلس مع مشايخ القبيلة يقولوا لي لا يعني بالمنطق مش وقتها وانت الان حتشق صف وهذا يحتبر صمتك عن هذا الحجم هذا المستوى المريع من الانتهاكات ليس مشاركة فيها انا لم اصمت عنها يا اخي خالد انا نتكلم عن ما يسمى برأس القيادة كان لك دور في اخفاءها سيد الحجازي كيف لم تصمت عنها ليس اخفاءا انا اريد ان لا اريد ان تيصاب اهل بنغازي بالاكتئاب او بالنكب الى النجيش كان الناس مرتبطين به نقول لهم ان هناك فيه عصابات مثلا في شارع جمال او في رهم امر خبير سيد الحجازي لو صرحت اهل بنغازي من تلك الفترة بحقيقة ما يجري على الارض وبحقيقة ما يعتقدون انه جيش ومؤسسة عسكرية لم يكن افضل حتى قياسا لموصلت الي الامور لاننا بعدها بفترة قليلة انفجرت وخرجت عن صمتي وتكلمت فلم يتفعل مع احد من اهل بنغازي اهل بنغازي يعرفون جيدا ان بيوتهم انتهكت سرق حتى الموجودين في بنغازي يعني غير المهجرين بيوتهم تسرق يعني اثاثهم يسرق تنتهك بيوتهم خاصة المناطق اللي واقع في الاشتباكات الناس اللي موجودة مهجرة في المدارس وفي الاماكن العامة فكانوا يعرفون وانا طبعا كانت الفترة ليست بكثيرة بعد هذه المواقف فانفجرت وخرجت عن صمتي كانوا يسمعوا سماع سيد الحجازي لكن عندما يخرج الناطق باسم العملية ويتحدث ويعلن ما يجري على الارض ويحدد حجم الانتهاكات اللي تقع في حق المدنيين من اهل بنغازي كان سيختلف الحال قيمة التصريحات عندما تأتي منك غير عندما يسمع أهل بنغازي سماع في مستوى التشكيك وفي مستوى التكذيب ثم مسألة أخرى سأعطيك المجال اللي ترد لكن قبل ذلك أكمل بس فكرة السؤال بالمجمل لا تجد أنك تأخرت في إعلان هذا في إطلاع أهل بنغازي على ما يجري لا لما أتأخر أولا أنا لم أحذر الجرائم التي حصر فيها الأطفال والنساء في قنفودة لم أكن وجود وأحمد الله على ذلك ولم أكن موجودا في عدة جرائم قاموا بها سواء في قنفودة والله في القوارشة لكن ما كانتش المدة بعيدة بعد الجرائم اللي قموا بها ما يسمى بالصحوات هذه رغم ذلك انفجرت وخرجت ماذا فعل الناس لم يتفعل الناس مع بياني اللي كان من ثلاث صفحات ربما لي النهجة متأخرة لا لم يتأخر البيان سنتين بعد اطلاق العملية سنتين ولكن كان الموقف قريب جدا وكان خليفة يعني مش بمثل هو القوية الله سبحانه وتعالى مش بمثل الامكانيات اللي موجود بها توا الآن يكون الدعم خارجي بهذه يعني تعتقد لو ان حصلت حولك حالة التفاف شعبي كان يمكن ان تغير واقع المدينة كان يغير تماما كان يسقط الرجل وينتهي تماما يعني كان يعني ما طيب بغض النظر عن هذا انت صمتك طيلة سنتين لا تجد فيه نوع من المشاركة في الانتهاكات اللي وقعت خلال السنة في جداعي الذكر اسمائها وتحدثت على بعض مش مثل هذه المصارحة في هذه الحلقات يعني تحدثت عن معلومات خطيرة وعميقة مازال فيه معلومات اخطر واعمق من اللي ذكرتها لا لا هو اغلب المعلومات العميقة والخطيرة ذكرناها في هذه الحلقات لكن تحدثت مع جهات كثيرة قبل ما نخرج ببياني ايضا تحدثت مع مشايخ قبيلتي ومشايخ قبائل اخرى تحدثت مع رجال يحتبروا في الدولة تحدثت مع وزراء في حكومة الثني تحدثت مع سيد الثني نفسه اريد ان تحدثت مع عقيلة صالح للمرة كيف كنت تصف لهم الوضع تحدثت مع المستشار عقيلة صالح ثلاث مرات قبل ما اخرج يعني تحدثت مع مسؤولين في الدولة كيف كنت تصف لهم الوضع انا عقيلة صالح تحدثت معه في ثلاث وجبات عشاء اثنان منها في شحات وواحدة في طبرق بالضبط وواحدة في طبرق عن ان العملية بدأ خرج عن مصارها تماما هناك جرائم وانتهاكات ونرى لا يمكن نستمر انا ارى لا يمكن نستمر او اتورط امام الله سبحانه وتعالى امام التاريخ وامام الليبيين في مثل هذه الجرائم كيف رد عليك رئيس مجلسنا يعني الحقيقة المستشار عقيلة صالح يقول لي الجرائم مثل ماذا يعني فتحدثوا عنها بالتفصيل في جرائم تحدثنا على بالتفصيل فيقول لي في الاخر بالكل اذا كان هو قائد عام مش حاكم في قيادتها وهو رأس القيادة فالمسؤولية تقع عليه هو هو قائد عام هو قائد اعلى هو قائد عام لكن لا تحمل مسؤولية قيادة ما يسمى الجيش الميداني من يتحمل مسؤولية قيادة الجيش الميداني في النهاية المسؤولية ستطال لرأس القيادة القائد الاعلى ولو انها المسؤولية تطال حتى هو طبعا بالتكيد لان قائد اعلى ولكن فعلا قال لي الان انا لا احمل بندقيتي ولا لست لدي رتبة ولا اجلس في مكتب خليفة حفتر في المرج في قيادة انا اعطيت الصفة والمنصب وهو يقود الجيش في الميدان القيادة الميدانية له هو وهو من يتحمل مسؤولية هل تحدثت لا تحدثت معه وبالعراق وبالمجل لدرس انه اصبحت بين وبينه هو معاش لا يمكن ان تفاهمه يعني ومع ذلك لم يأخذ رئيس المجلس النواب اي خطوة في اتجاه لا اعتقد انه اخذ خطوتين يعني بعث لها وفد من مجلس النواب واتاه شخصيا وتركناهم لوحتهم طبعا حتى نخرجت لما نتذكر لما حضر في المرج فقال لي راني جاي على الموضوع الخطير اللي تكلمت عني انتهاكات فقلت لما فيش واحد يدخل معاكم جوه وقعمزنا معا شوي طبعا سلم علي وقلت لما مش هنخلي حد يدخل عليكم حتى العميد صالح قلت لهم برواحم فخرج عقيلة صالح متجهم الوجه مش متريح خليفة حفتر راجل متغطرس يبدو انه كانت فيه ردود شاذة من خليفة حفتر بعد النقاش والجدال ومع ذلك لم يفكر رئيس مجلس النواب في اتخاذ اي خطوة في اتجاه عزلة من منصبة ولما رئيس مجلس النواب اللي هو القائد الاعلى الجيش يأتي من طبرق او من مكانه اللي مفروض يستدعي خليفة حفتر يجيه مش هو اللي يجيه مهتم بمثل هذه الانتهاكات يجيه لعنده في مقرة وهو اللي عينه ونصبه وهو رئيس الاعلى قائد الاعلى يجيه لعنده هذا اهتمام وعندما يتناقش معه ثم يخرج والملامح وجهة واضح انه مش راضي علي كل ما ولكن احنا تورطنا مثل ما تورط هو في يعني ما تقول الان يؤكد ما يطرح من ان عقيل الصالح الان فاقد للسيطرة على خليفة حفتر وانه لا يستطيع لا عزله ولا تغييره ولا للأسف شي اقوله بصراحة يعني يؤصفني ان لا يستطيع ان يفعل شيء طيب تصويرك لواقع الانتهاكات وانك انت كنت غراضي عليها وكنت دائما تنتقد لكن بدون ان تعلن انتقاداتك هذه او رفضك واعتراضك لعامة الليبيين قد يبدو كأنه محاولة تنصل منك من المسئولية عن هذه الانتهاكات في واقعة مقتل اعتقال وتعذيب ومقتل عيسى بودلال والفتوري نعم انت خرجت واعلنت بان الرجلين معتقلان لديكم في السجون نعم وبعد ذلك وجد الرجلين يعني وجد الرجلين مقتلان ومرميان في على قارعة الطريق نعم نعم انا اعلنت عنهم كان خليفة حفتر في مؤتمر صحفي وكانت ليبيا لاحرار موجودة لو رجحت للشيف وكانت حتى قناة النبأ والعاصمة كان عنده مؤتمر صحفي انهى مؤتمر صحفي وانا جنبه من خليفة حفتر نعم ثم قال لي اتات جاب ل صاقر جروشي جاب لورقة مده له فقراه وابتسم وقال لي يعني كنت هم بالخروج من المكتب بعد المؤتمر صحفي فقال لي لا تعالي جازي عندك كلمة تقولها تبشر بها الليبيين يعني شوفوا لها الدرجة فقال لي هذه ورقة قبل قال لي ما يطلعوا الصحفين تجهز ضم الصحفيني بأي سبق فقرأت الورقة قبض على بودلالوة العقيل والله الفيتوري الفيتوري فقال لي اعلنها كان فيه امر قبض نعم قال لي تم القبض على اعلان قبض على رجلي قال لي اعلن هو بنفسه اعطاني الورقة مذكور فيها بودلال والفيتوري اعلن عن قال قبض عليهم في الميدان بشتر بها الليبيين كما قال او اهل بنغازي يعني عرب بنغازي فورا تول فالصحفين طبعا كانوا جاهزين وانا طبعا اعلنت انهم في قبضة القوات المسلحة كما سميناها في وقت ما الذي يمثل الرجلان حتى يطلب من خليفة حفتر الاعلان على اعتقالهم انا اولا لا اعرفهم ولا اعرف مدى تأثيرهم اني استغربت ان الورقة يأتي بها سقر جروشي ويأخذها خليفة حفتر ثم بعتها خليفة حفتر قال لي لا هذه من القيادات من روس الارهاب قال لي المنطق قال لي هضوهم من روس الارهاب بشر الليبيين بالقبض عليهم بشر عرب بنغازي اهل بنغازي بالقبض عليهم قال لي الان في قبضة الجيش في السجن وتم القبض عليهم حاملين السلاح في مواجهة الجيش كما قال ففعلا اعلنت عنهم بعد ما اعلنت عنهم وجدوا معذبين بشكل وحشي ومقم يعني طريقة تعذيب وحشية وقتلوا مرميهم على قارعة الطريق فالحقيقة كان الامر خطير جدا الان رجعت الى خليفة حفتر وقلت له الان تورطني ورطتني بشكل مباشر الان كيف احنا نعلن عن الناس قبضة يعني تم القبض عليهم من قوات المسلحة والجيش ثم ثانية وثالث يوم يوجدوا مقتلين ومرميين على قارعة الطريق هل تريد توريطي في تصريح مثل هذا انا سأخرج اقول ان ان هؤلاء المن قاموا بهذا العمل مهمش ليسوا تحت سيطرتنا وفعلا كان فيه عناصر في سجن الرجمة ما مش تحت سيطرتنا صراحة لان قتل قبلها بالنافرة والبرعسي والعدولي وتعذيب رمي مثل ما حصل لهؤلاء التعذيب كل هؤلاء قتلوا تحت التعذيب نعم مثل ما قتل رحمة الله وعلينا حسبه شهيدا رئيس عرفاء الوحدة محمد بالحسان البرعسي اللي الحقيقة كانت جريمة بشعة يعني رجل عسكري بهذه الرتبة نفس يعني تقريبا سابقة لم يسجلها التاريخ ان الجهة تخرج وتعلم بانها قبضت القتل قبض على الشخصين ومن ثم يوجد الشخصان مقتلان مرميان على قرعة الطريق نعم مش غير الشخصين هذين يعني الحالة هذه لينها ثابتة يعني لا في حالة ثانية أعلان تم من الناطق وبمعرفة الخليفة حفتر وبمعرفة صقر الجروشي وتم أمام صحفيين ثم قتل الرجلان ورمي بهما على قرعة الطريق يعني أنا لست مجرما ولست قاتلا أنا لست أنا من قتلتم ولست أنا من أمرت بالإعلان عنهم في الإعلام هو كقايد للقيادة العامة والجيش في وقتها يسمي نفسه هو من أمرني عندما بعث له صقر الجروشي الورقة وقال يا علن عنهم أعلنت عنهم كانت أقرسمي مأمور من الرأس القيادة ما يسمي برأس القيادة فأعلنت عنهم فبعتها وجدوا مقتلين الآن أنت وضعتني في مأزق فقلت لأنا لازم تبرى من هذا العمل فقال لي شنو هذو رؤوس الإرهاب قال لي شنو نقبون يعني به المنطق وللتاريخ وحقيقة ويشف حفتر لا مشكلة عنده أن يقتل خارج سياق القانون أنا نعطيك ما قال لي بالتحديد قال لي نحن شنو الإرهابين هذو نجيبوهم حطوهم في السجن ووكلوهم ونسمنوا فيهم يعني نقصروا عليهم يموت منهم يخفف على الملايكة بهذه العبارة بهذه العبارة بقيت لأنت تأكد من هؤلاء الأشخاص من إرهابيين ما يثبت لك أنهم إرهابيين يا حاجر أرانا أروا فيها شيئا أصبحت عليها وهينها القطفلان والتهم بالإرهاب وقتلوا أعزق على الطريق أولا ما يدرك أنهم إرهابيين ولو كانوا إرهابيين ما يحق لكش لما يكونوا في قبضتك انتهى الأمر إذن تعاملهم معاملة إنسانية معاملة بني آدم العقوبة على الفعل وليست الانتقامية لكن سيد الحجازي عملية الكرمة من بدايتها قامت على هذه المنهجية نعم يعني السجن برسس السجن بني على أرض ملك لشخص وقام ببناءه على حسابه الشخصي وكان يدار خارج سلطة العملية أو بمعرفتها أنا لست مطلع على التفاصيل لكن الشكل العام مثلا لهذا السجن كمثال على أحد سجون الكرامة كيف يمكن تقبل أن هذه عملية قامت لبناء مؤسسات فعلا وهي تدير وضعها بهذا الشكل كيف يمكن اليوم أن نفسر أو نبرر وجود سجن مثل سجن برسس هو ليس سجن برسس فقط هو سجن جرنادة وغيرها كلها تحت سلطة يعني خارج يعني فعليا خارج السلطة يعني سوريا إنها تحت القيادة العامة ولكن الأفعال اللي والجرائم البشعة اللي تقام بها خارج سلطة بل بالعكس وخليفة حفتر يعني لا يعني يأبه لا يأبه بأي جريمة تقوم في السجن هذا إرهابي يعني نحن نبقى نوكلوه نسمنوه نخسره عليه اللي يموت منهم بهذا الشكل كنت تزور هذه السجون زرت سجن جرنادة في البدايات وزرت سجن برسس وسألت السجنين عن وضع السجون المحاضر ما يثبت إن هؤلاء إرهابيين أو لا شنو المعاملة وسألت حتى المساجين شنو المعاملة كانت شنو المعاملة في مساجين الحقيقة يعني يقولوا المعاملة حسن وفي مساجين يقولوا إحنا معالين كيف كيف رتضيت أن يعني يكون تحت عمل هذه العملية سجن مبني على أرض أشخاص أسرة يعني حتى السجن ارتبط بلقب عائلة نعم كان يدار بشكل خارج نطاق قانون أنت كنت تعلم بأن أن هناك عملية تعذيب شنيعة تتم وانتهاكات صارقة تتم داخل هذا السجن وغيره كان يوجد في السجن أطفال كان هناك شباب صغار يعني يعني الاعتقال والتعذيب على شبهات لا تلقى حتى إلى حد ومع ذلك يعني كنت تزور السجون وكنت شاهد على ما فيها من انتهاكات سيد الحجازي نعم كيف تعملت مع هذا الواقع كنت أزور السجون ليعطي إيحاء بأننا نتاء هو عمل اجتهاد مني وليس بأوامر فحفتر لا يريدك أن تزور السجن ولا ما يحصل يحصل وما يموت كما يقول هو منهم يخفف على الملايكة يعني نحن ما نخسر إلى تموين ولا نسمن فيهم فبالمعنى أنا كنت اجتهاد شخصي مني هذا ما لدي زيارتي كانت زي المفاجئة وتحذيرية يعني رأنا احنا بالمعنى أن نرأنا نتابع فيما رغمنا هو هي زيارة اجتهاد مني أخذتم أي خطوات عقابية في حق من يقومون بالانتهاكات؟ باليد حيلة أنا لست قائدا عاما أنا أزور هذه السجون أطلع على ما يدور فيها وأوصل هذه المعلومة إلى ما يسمى القائد العام وهو يرد هذه الردود ماذا أفعل بالله يعليك؟ أنا المهم أني نزور السجون كنت بلغى بكل ما تعرف عن واقع هذا السجون نعم بكل ما يدور نقول له فيه شباب صغار حتى وجوههم ورصبتهم لا توحي إنهم إرهابيين ولا توحي إنهم حتى يعني شباب صغار أطفال كان فيه شباب صغار كان فيه نساء في المعتقلات كان فيه شيوخ كبار طاعنين في السن أنا بصراحة لم أدخل على النساء أو لم أراهم لكن رأيت شباب صغار حتى وجوههم لا توحي بأنهم نحن لدينا يعني تقييم أمنة ونظرة أمنية تقييم الشخص اللي قدامك لما يصبي قدامك حتى من ناحية هي قلت له يعني فيهم شباب صغار ما يحيش حتى إنه من لش علاقة بأي كيف يعني اتهام بمر ويرمي في السجن وخلاص وكيف أننا أنت هكذا تخلط بين العمل العسكري والأمني يعني أنت رجل عسكري مع علاقتك بالجانب الأمني لكن عندي نظرة في الشخص اللي قدامي الشخص أشخاص اللي قدامي صغار في السن ما أعتقدش حتى البندقية يقدر يحملها يعني مش معقول أنه يكون ما يعني شنو سبب الإتيام به مثل سجن جرنادا بالتحديد يعني كانوا يعني موجودين في داخل السجن كان فيه شباب اثنين صغار أنا التقيت بهم في سجن جرنادا وقالوا لا كانوا هذوم يساعدوا شوف الرد يعني كانوا هذوم يساعدوا في الإرهبيين يعني يعطوا فيهم فلوس باش ينقلوا لهم المفخخة من مكان طفعا شاب صغير ما بيش أنت تشك فيه لما ينقل ساكو فيه مفخخة ويحطها في مكان معين شاب صغير أو أطفال؟ شباب صغار يعني يعني 14 سنة 15 سنة باقي القيادات في عملية الكرامة كانوا على علم بواقع هذه السجون وما يحدث فيها من انتهاكات لا يستطيع أحد أن يتكلم صغير الجروشي كان يعلم كان يعلم ولكن يقول لك بالمعنى باللهجة اللي كان يرد عليه بها صغير الجروشي يقول لي الدائرة الأولى هذه ما نقدرش أنا نقوله بشي النظوري كان يعلم؟ يعني النظوري في عدة أشياء كان يعلمه كان بعض الشيء ناقش خليفة بس مش بالحدة اللي ناقش فرج البرعسي مثلا قيادات من هذا المسترى فرج البرعسي كان يعلم وفرج البرعسي حقا قاد الميدانيين اللي كانوا في المؤسس فرج البرعسي كان يعلم بعض بعض لأنه فرج البرعسي قايد ميداني منش علاقة أن يزوج سجون والله لكن كان يعلم ببعض الجرائم وحتى هي كانت سبب لاحتقان المستمر من خليفة حفتر الواضح يعني من هذا الحديث أن هناك سؤال يفرض نفسه الآن عملية الكرامة هل كانت فعلا عملية عسكرية أطلقت لمحاربة الإرهاب وتطرف في مدينة بنغازي وفرض الأمن في أحياء المدينة أم أنها مطية لمصالح شخصية يعني هل الأشخاص اللي كانوا حول خليفة حفتر سواء هم من صنعوا خليفة حفتر أو خليفة حفتر هو من صنعهم هؤلاء الأشخاص اللي كانوا من أعمدة العملية هل كانوا فعلا صادقين في شعار رفعوه محاربة الإرهاب أم أنهم استخدموا هذه العملية كمطية لمصالح شخصية من يريد يعني الوصول إلى مناصب من يريد تحقيق مآرب ربما منهجية مثلا الدعوة إلى الفدرالية الدعوة إلى استرداد حقوق يعني هل العملية فعلا عملية عسكرية لمحاربة الإرهاب أم أنها عمل أطلق لتحقيق مصالح شخصية لمن كانوا يقودون هذا العمل هي العملية انطلقت بمبدأ سامي هي محاربة الإرهاب ولكنها انحرفت لأن قيادتها هي من حرفت عن ما يسمى بقيد خليفة حفتر هو من حرف بها يسأل خليفة وبعدين خليفة حفتر نحن من صنعناه ليس هو من صنعناه ولكننا انطلقنا في عملية سامية نريد لها شرعية الأقدمية لم يكن موجود إلا خليفة حفتر عرضناها على اللواس لمن محمود مرتين أنا شخصيا جلست معاه ويسمح فيه وجه للتحية صديق عزيزه أب مرتين عرض عليها أن يقود عملية لملمة هذا جيش التائه وقيادة عملية ضد الإرهاب فرفض تماما فلم يعد أمانا لخليفة حفتر كيف تكون عملية سامية وأهداف نبيلة وهي بدأت منذ البداية مجمل مقاتليها من المدنيين لم تراعي اعتبارات أن الحرب ستكون في وسط مدينة آهلة بالسكان مثل مدينة بنغازي استخدمت في هذه الحرب المدفعية الثقيلة والدبابات منذ الأيام الأولى رافق العملية منذ انطلاقتها هذا الحجم من الانتهاكات المريعة كيف عمل تتجمع فيه كل هذه الأشياء تسميه عمل سامي وعمل نبي أنا لا أدافع عنها أنا المسمى في بدأة أو في التخطيط له كان عمل سامي الانحراف هذا شيء ثاني أنا لا أدافع عن الجارة لا لا قبل الانحراف ربما من حقك أن تدافع عنها أنت من صناعة لا لا أدافع عن الجرائب اللي حدثتها كيف تثبت أنها كانت عمل سامي فعلا بنوايا حقيقية تهدف لمحاربة الإرهاب وفرض الأمل في بنغازي كيف يمكن أن تنفي أن هذا العمل كان مطية ووسيلة لتحقيق مآرب أشخاص لا أنفي ذلك طبعا نتضح ذلك بعدها لكن طبعا كل قيادات العملية الآن هل تراهم في الميدان منهم من تم التخلص منه اختياله بطريقة مخضرتية أقصى هم خليفة حفصر أنا أتكلم عن رموز العملية الحقيقيين العملية الكرامة انتهت عندما انتهى رموزها وقياداتها الآن هي عملية خليفة قبل أن تغادلوا أنتم كصناع للعملية قبل أن تغادلوا العملية وتنفصلوا عنها وقعت هذه الانتهاكات تم اقتحام المدينة باستخدام الأسلحة الثقيلة والمدفعية والدبابات لم تراعوا مسألة حجم الدمر اللي قد تخلف هذه العملية أشركتم مدنيين في القتال حتى أن القوة اللي بدأتوا بالعملية أنت قلت بأن غالبيتها كانوا من المدنيين كيف مع كل هذه الاعتبارات وأنتم موجودون في داخل العملية تعتبر أنها عملية سامية وفعلا كانت تهدف لمحاربة الإرهاب سأعود بك إلى 2013 أيضا الأخوة الثوار كانوا مدنيين وكانوا هم المسيطرين على الأمن في بنغازي وكانت تحدث كل عملية الاغتيال واخترقها مخبرتيا غيرها هي مسؤوليتهم هم من كانوا لماذا مسؤوليتهم؟ مسؤوليتهم كانوا هم من يسيطرون كتائب الثوار كانت هي السيطرة على بنغازي لم يكن فيه جيش حقيقي حتى الآن لم يكن فيه جيش حقيقي حتى هذه اللحظة ولكن هل هناك ما يثبت بأن المدينة كانت تحت سيطرة نعم كانت تحت سيطرة كل الاستقافات تجد عليها كتائب الثوار ليبيا الحرة شهداء البريغا غيرها كنتم في الغرف حوفة العملية لم يكن مشتركة بنغازي الكبرى وتوفرت لكم كل الإمكانيات لفرق الأمن في المدينة لم تتوفر لدينا كل الإمكانيات أولا من كانت تسيطر فعليا بنغازي هي كتائب الثوار وكانت كتائب مدنية وتحمل السلاح وهي خاصة للكتائب المعروفة الكبيرة شهداء ليبيا الحرة شهداء البريغا سمي ما شئت رفالله السحاتي هي من تقف على الاستقافات والنقاط المهمة والحيوية لماذا لم تمنع عملية الاغتيالات للضباط الجيش والشرط هذا السؤال يوجه نفسه يعني نحن في مأزق أخي خالد هم لم يدينوا ولم يستطيعوا منع عملية الاغتيالات وهم من يستطيعون على المشهد الأمني في بنغازي والعسكر مسؤوليتهم هم منع هذه العمليات كانت مسؤوليتهم مدام أنت متحمل مسؤوليت أن تنتشر بقوة أمنية تسميها من كتائب أمنية كانوا مثلهم صغيرهم من القوى الموجودة منتشر في بنغازي اليوم عندما تتحدث حتى عن الإدانات وتقول بأن كتاب الثوار لم يدينوا هل أدانت جهات أخرى كانت موجودة مثلا جيش برقة هل أدان لاغتيالات لا يوجد حاجة اسمها جيش برقة حقيقة وأنا أولا لا أوافق عن هذا المسمى لأن المسمى يكاد يكون انفصاليا أنا رجل أريد ليبيا واحدة نعم قليم تاريخي وغصبا عن كل حد أذكر أنه قليم برقة بدأت به ليبيا بدأت به قليم برقة ولكن المسميات جيش برقة لا يوجد حاجة اسمها جيش برقة فيه جيش ليبيا إذن ما يشكل شيء أمام هذه الكتاب التي كانت لديها القوة والعتاد والسطوة وقامت بمسؤولية الانتشار الأمني في بنغازي وتحدث عمليات الاغتيال المستمرة للضباط العسكريين والأمنيين الاغتيالات صالت حتى قادة من الثوار قادت بعض منهم بعض ولكن أغلب العسكريين والأمنيين يعني بعدها اتضح أنها أن المؤامر أكبر مني ومنكم الليبيين ووراها مخابرات يعني معروفة سميناها طيب حتى لو سلمنا سيد الحجازي بالواقع كما وصفته الحل أنك أنت تجمع قلة من العسكريين وغالبية من المدنيين وتهجم على مدينة آهلة بالسكان وتخلف فيها كل هذا الدمار وكل هذا الخراب وكل هذا النزوح واللجوء وتهجر عشرات الألاف من أهلها كان هذا حل بالنسبة لكم؟ أنا لا أتكلم عن الحل أنا أتكلم على أني أنا نحن غرقة غريق يتعلق بقشة المؤتمر الوطني لم يفعل شيء حكومتها لم تفعل شيء كتابة الثوار الموجودة من تشار في بنغازي لم تفعل شيء في الاغتيات وهي مسؤولية حماية المدينة وكانت على كل الاستقافات والنقاط المهمة والحيوية لم تدين ببيانات رسمية وبكياناتها فكنا نجب أن نتحرك هل نقف صامتين حتى يأتي الموس على الرقبة؟ على كل أنت الآن أجبت بكل صراحة عن الأسئلة وأنا كان من الضرورة أن أطرح مثل هذه الأسئلة حتى ومن بدت الأسئلة فيها نوع من المباشرة لأن الموضوع ليس بالموضوع السهل ونهاية المشاهدين والليبيين بعمومهم سيحكموا على كل هذه المعطيات أعود بك إلى سياقنا خروجك من مصر خروج من مصر طبعا تحدث في السابق عن استمريت في تصريحاتي وكتاباتي للمنشورات اللاذعة المهاجمة والمنتقدة لخليفة حفتر ومن وراء من حكام الميرات وهذه المخابرات التي تقود فتم تحذيري مرة ثانية ثم خرجت على قناة الحرة الأمريكية من وسط القاهرة وتكلمت على أن نحن لا يمكن مباشرة أن نعود إلى الوراء إلى حكم العسكر الدولة وحكم العسكر طبعا مصر محكومة عسكريا دولة بوليسية أو دولة عسكرية الآن محكومة بوليسية لا يمكن رجوع للوراء وأخواننا من التابعين للقذاف نتمنى أن ينصهروا في الدولة يعني قلنا لهم نحن تصلوا معنا ما تصلوش بينا ما تحاولوش الرجوع بين الوراء ثورة فبراير أنا أؤمن وأنا متصلب ومتشدد لأهدافها بشكل كبير يعني ثورة حرية وقلت أن خليفة حفتر فسألوني سؤال قالوا لي لماذا لم تنتقل طبعا المذيع سألني قال لماذا لم تنتقل التدخل القطري التركي قلت له لا تزايد علينا في هذا الأمر أول من انتقد التدخل القطري والتركي الرايد محمد الحجازي ولكن التدخل القطري والتركي كان أقل حدة من قضارة التدخل الإماراتي والسعودي والفرنسي هذا التدخل كان بشع وقذر يعني فقلت له لماذا لا تتكلم عن خليفة حفتر ودعم الخبر الفرنسية والسيسوية المصرية وعنه فوجدت مجادلة كبيرة من المذيع فتضح لنا القناة اعتقدنا مدعومة إماراتيا الحرة فبعد خروجي من الجدال والقروجي من القناة ثاني يوم أشتلت المخابرات المصرية وصلغت المصرية وألغت الإقامة وإلغاء الإقامة طبعا بالنسبة لنا إحالاها يعني له ما بعده يعني تصبح أنت قاعد من غير إقامة يا تصمت يا تكون أنت قامت غير شرعية بمعنى أن أي استقاف أو أي نقد التفتيش أو كمين المصيح ستكون تحت رحمة الأجهزة الأمنية نعم حي يقبض عليك باحتبار قامت غير شرعية ويسلمك الخليفة حفتر إلى أين غادر إلى معبر مساعد إلى أين غادر منسق المغادرة إلى العاصمة طرابلس فسبحان الله الله يسك باب ويفتح باب أكبر ففورا بعثوا لي التذاكر وكن طبعا منسق قبلها بشهرين فكلمتهم عن لي صاروا للغاية غامرة ومشكلوا لي لا لا يعني لازم تطلح فورا فعلا بعثوا التذاكر وحتى الطيار أو صوه يعني سبحان الله الطيار قوله حتى ترانزيت في طبرق ما تحاولش تنزل لأنه لو الطائرة هتخرج من برج العرب ممكن تنزل في مطار طبرق تأخذ بعض الركابرة ولو نزلت في طبرق حيث يمنقبض عليه الحجاز بالتأكيد حضروا له فكان الطيار يعرف الكتائب والتشكيلات اللي أحييها في هذا اللقاء وجدت استقبال جيد في طرابلس وجدت استقبال حافل بشكل أنا يعني صراحة لأني كنت كانت عندي تصريحات قاسية جدا ضد الميليشيات يعني أقول في وقتها ولازلت أصف أن لا يمكن أن نسمح الميليشيات أن تنصهر في موسطة الدولة الأمنية العسكرية لا نسمح بحكم ميليشيات كيف كان استقبال يعني كانوا محضرين لسيارات حماية وسيارة يعني سيارة وكأن اللي حاضره نازل من الطيار رئيس دولة ووزير بقيمة لم تشعر بأنك عدو الأمس بالنسبة لهؤلاء أبدا لم أشعر بذلك أبدا يعني كان استقبال غير آدي فكانت هذه الكتائب والتشكلات يعني وجدت بها ضباط حتى من الأمن الخارجي اللي هو المخابرات ووجدت بها منظمة وتم إقامتي تجهيز إقامتي في فندق باب البحري شهرين ونصف ثم استعجروا لشقة راقية في منطقة راقية منطقة من عشور طيب ما رسالة توجهة لأهل ترابلوس اليوم وهم يعيشون عدوان حفتر على العاصمة أنا أوجه تحياتي وجلي لأهل العاصمة أم الصرايا ولؤلؤة الغرب أن لا تقف عن مواجهة هذا المجرم الغادر مجرم الحرب خليفة حفتر وأن أحييهم على هذه البسالة والشجاعة وهذا التكتيك والتحرك العسكري لدفاحهم عن عاصمتنا وعن بلدنا وعن أهدافنا السامية وعن مدنية الدولة وديمقراطيتها وعدم عسكر الدولة أولا وأقول لهم أن هذا المجرم يجب أن يدفع بعيدا عن العاصمة بل يجب أن يتم القبض عليه وتسليمها للمؤسسات الدولية سواء المحلية أو الدولية التي تحاكمها أيضا أشكر كل من وقف معي في محنة الصحبة والشديدة جدا وعلى رأس جوزتي العزيزة اللي كانت وقفة معي في الشدة كانت موقف صعب وشديد تهجير من مكان إلى مكان نقل من مكان مراقبة متابعة ملاحقة فكانت صبرها وجلتها على هذا الموقف أشكر العقيد مهندس مهدي البرغثي على مقوفة معي بتأميني وأشكر العقيد اللي هو فرج البرغثي أشكر الشيخ عبد الحميد الكزة أشكر كل موقف معي ونسيت اسمها وبلغني اسمها ما الذي تقول لثوار مدينة بنغازي وقد قتل منهم الكثير أقول للثوار الحقيقيين الذين لا يحملون العقيدة المنحرفة أنا إذا كنا قاسيين عليكم في تصريحاتنا أنا أأسف جدا لأننا كانت المؤامرة أكبر مني ومنكم قفوا وقاوموا وحاربوا هذا المجرم الدكتاتور المجنون الخارج عن الواقع وعن الزمن هذا المريض المحتوه أيضا وقفوا بكل بسالة الآن في طرابلس الدفاع عن مبدأكم وعن مدنية الدولة هذا هدف سامي لكل من لديه ظرة شرف وكرامه ورسالتي أيضا لأهلي في برقة أن يرفعوا أيديهم كل مشايخنا وأهله عائلتي أسرتي قبيلتي أن يرفعوا أيديهم عن هذا المجرم الجبان مجرم الحرب الذي عمل بنا واشتغل بأبنائنا وبدماءهم مجرد وقود حرب وحطب نار لوصوله هو وأبناء للسلطة أن ينفضوا عنه وأن ينفضوا أيديهم منه وأن يخرجوا من تحج البابة وأن ينتفضوا وأن يثوروا مثلما ثورتم على دكتاتورية القذافي في برقة لم يعني ثلاثة أو أربع أيام كان الكذافي منتهي في برقة لم تستطيعوا على هذا هذا مجرد عميل قذر بيدق يعني لا يسبع شيء فأتمنى وأرجو منكم الانتفاض هذا السمت الرهيب خوفكم هذا سيسجل التاريخ بطريقة سلبية أتمنى ونأمل بل أرجوكم 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 أن تقوموا بعمل تاريخ يسجل لكم تاريخ بالانتفاض ونفض أيديكم والخروج عن هذا المجرم القذر الذي سيضعه التاريخ في أسود صفحاته المظلمة ختاماً للنازحين والمهجرين من أهل بنغازي اليوم أأسف جداً على ما حصل لكم نعم كنا جزء من سببه ولكنني أنا ليست لدي لا قوة عسكرية لكي يواجه خليفة حفتر في وقسها وكان لدي كان يعلم الله بما يحصل بينه وبينه وذكرناها في عدة حلقات وأنا أأسف جداً منكم وأنا أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من كل هذه الجرائم وأنا أعرف مدى الجرح انتهاك حرماتكم بيوتكم منازلكم الاحتداء حتى على أثاثكم ملابسكم الشخصية ولكنكم بإذن الله بإذن الله انتظرونا انتظروا نحن الآن نخطط لعمل معين عسكري بقيادات برقة يعني مسمى برقة تاريخي الذي بدأت به الدولة الليبية ستكون قيادات ضباط برقة في المقدمة وأنا أولهم لتحرير برقة من خليفة حفتر وأبناء قريباً وقريباً جداً والإتيام بكم رغماً عنهم لأنكم أنتم أهل بنغازي ومؤسسيها ورعيلها الأول ومعلمها مرفوعي الرأس وسنأخذ حقكم بكل قوة وبكل شدة بإذن الله أشكرك جزيلاً شكر القيادة المنشقة عن عملية الكرامة رائد محمد الحجازي حاولنا طيلة 15 حلقة في الشاهد معك أن نستعيد وقائع وأحداث كثيرة منذ 2014 مع بداية التجهيز لإطلاق عملية الكرامة وما قبلها حتى واستمرارك لسنتين كاملتين تقريباً مع قيادة هذه العملية ومن ثم انشقاقك عنها ومثلت تلك المرحلة حاولنا استعادة تلك الوقائع والأحداث وتقديمها من شخص كان طرف مشارك في كل تلك الوقائع وشاهد قريب مما لم يكن مشاركاً فيه أنا مرة أخرى أعيد شكري لك جزيلاً شكر على قبولك أن تكون ضيف الشاهد وأتمنى أن تكون كل هذه المعلومات التي أدلت بها في حلقات الشاهد الخمس عشر هذه سبباً في توضيح الكثير من اللبس والغموض التي ربما أثر على المرحلة السابقة في ليبيا أشكرك مرة أخرى جزيلاً شكراً أخي خالد الحقيقة أنا بس أريد أن أقول كلمة حتى جرائم نبش القبور وغير هذه أعمال غير إنسانية أعمال يبرأ منها حتى الشيطان أيضاً أوجه شكري لأخي منصور عبيد يقف معي حتى أو في المرحلة وجه شكري جزيل لك أنت شخصياً الإعلامي اللي أحتبره وهذا ليس مجاملة الإعلامي المميز القدير في حواره مع كل ذيوفه وأشهر قناة ليبيا الأحرار اللي هي الصوت الليبيين والصوت كل الأحرار الشرفاء وشكراً لكل المعدين وشكراً لكل العاملين والإعلامين في هذه القناة الحرة نعم شكراً جزيلاً لك وشكر موصول لكم سادة المشاهدين على كرم وطيب متابعة شاهد في أمان الله شكراً لكم